المهندس كمال عبد الحميد شرفتونا وقناة مدن شرفتنا وديمش جديد على قناة مدن أنها تغطي المدن الصغيرة البسيطة اللي هي باعها أولي الفكرت القدم والنهاردة سعادة عندي لا توصف بصفتي رئيس منطقة سهاج ورئيس سابق لنادي شبان المراغة ومربي للكابتن هشام عبد المنعم اللي هو أصلاً أسس فريق شبان المراغة من الدرجة الرابعة للدرجة التالتة للدرجة الممتزبة واستمر معنا سبع سنين إلى أن تم اكتشافه وأنه يدرب في دول الإمارات والبحرين والكلام ده كله وبعد كده رجع للمنتخب الوطني خد حقه كده كويس تمام الكابتن هشام وإحنا النهاردة بنفخر بنفخر أنه هو ابن المراغة وبنفخر أنه هو ابن شبان المراغة وتكريمه وجاي نابع من قلب نبض الشارع المراغي والشارع السهاجي عمتاً يعني احنا شفنا ناس من سهاج موجودة وبزلت معانا مجهود نادي سهاج ونادي النيل وأندية سهاج كلها ونادي المراغة الرياضي كل الناس ساهمت في هذا العرس الكبير عشان يطلع بالمنظر ده وعشان هشام برضو ندوله جزء من حقه علينا باش مهندس نقدر نور أن هذا العام عام الساعد على الكرة السهاجية كابتن شام عبد المنم حقق إنجاز تاريخي أيضاً نادي سهاج ساعد لدور الترقي نادي شبان المراغة أيضاً ساعد لدور القسم الثاني أيضاً نادي مكة المكرمة ينفس بقوة على السعود لدور القسم الثاني يعني ايه الدور بتجمي من منطقة السهاج في كل هذه الإنجازات وحنا نعلم أن حدتك من أقدم الأعضاء وفي نفس الوقت رئيس لمنطقة السهاج لكرة القدام بالنسبة لصعود نادي سهاج لدورة الترقي ده أسعدنا جميعاً وشرف كبير وإن شاء الله المنطقة هتقف وراء نادي سهاج إلى أن يصعد إلى الدور الممتاز بإذن الله احنا عندنا طموح أكبر من أنه وصوله لدور الترقي لأن احنا لن نبخل ولم نبخل على نادي سهاج لأنهم بذلوا فعلاً مجهود طوال الموسم وكانوا عنده حسن ظن جمهورهم وإن شاء الله بإذن الله همبركلهم قريب والمنطقة وراءهم ونادي المكة المكرمة برضو اللي هو خلاص على أبواب الصعود إلى الممتاز بها ونادي شبال مراغة صعد تقريباً للممتاز بها بقيلوا مطشين طبعاً لكن هو بحزبة النقط وحزبة الكلام ده هو صعد كده طبقاً للائحة هو صعد نادي شبال مراغة للقسم الثاني وجاي تكريم الكابتن يشام بحصوله على كاس أفريقيا وصعوده لكاس العالم طبعاً ده شرف كبير للكورة السهاجية وإن شاء الله بإذن الله لن نبخل ولا ندخل جهداً في نهضة الكورة في سهاج والترقي ومستوى الوصول إلى أعلى درجة بحكامنا حكامنا المجهولين المغمورين إن شاء الله بإذن الله حنقول للجنة الحكام الرئيسية إن عندنا حكام من طراز أول حتتفرجوا عليهم بإذن الله قريب يعني يعني في هذا العرص الرياضي الكبير عايزين كلمة من حضرتك لروح المهندس محمد عبد الحميد نحن نعلم إنه هو شقيق حضرتك وأحد الأشخاص المؤسسين والمؤسرين في تاريخ نادي شبان المراغة صعب جداً علي إنك تقولي الكلام ده لإن محمد عبد الحميد بالنسبة لي ما ماتشي أنا ماشي على خطاه وماشي بكمل اللي هو بدأه وأنا يعني بابعتله وبقول له أبنائك شبان المراغة يعني أنا مش 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 قادرة أتكلم فعلاً يعني لإني حزن بيعتصرني جواي دلوقتي إنما بقول له أبنائك صعدوا الممتزبة ودي كانت رغبتك قبل ما ترحل عننا ولكن أنت لم ترحل أنت في القلوب باقي وأنت معنا وأبنائك اللاعبين يهدوك هذا الصعود إلى الممتزبة وابنك هشام ابنك المدلل الكابتن هشام اللي أنت تبنيته وهو لاعب صغير بيهديك كاس أفريقيا وبيهديك الصعود لكاس العالم كن مستريحاً فنحن نكمل مشوارك نحن بندم صوتنا لصوتك وبنذكر أن المهندس محمد عبد الحميد من أحد الشخصيات الرياضية البارزة في الصعيد وكان ليه دور كبير جداً في صنع تاريخ لنادي شبان المراغة وأيضاً على المدار الرياضي للكرة السهاجية وبنشكر حديثك في نهاية هذا اللقاء شكراً كابتن عصام وشكراً لقناة مودرن والناس اللي شرفوني شكراً لكم